أبنائي وبناتي طلبة وطالبات صف الأول السنوي أهلا وسهلا بكم في حرقة جديدة من برنامجكم سر التفوق مادة الكيمياء حقيقة حلقة النهاردة هنغطي فيها موضوع من أهم الموضوعات اللي المفروضة ان احنا نكون بنتكلم فيها وهي المحليل المحليل عشان نفهم يعني ايه محليل لازم الاول نخلي بانا ان المادة اللي بنتكلم فيها او اي مادة حوالينا في المعمل بتنقسم الى ثلاث انواع رئيسية اما اكون بتعامل مع عنصر او مركب او مخلوط ايه الفرق بين التلاتة واعرفهم ازاي الفرق بين المركب والمخلوط هيفاهمني يعني ايه العنصر وعشان تفهم ببساطة شديدة الفرق بين المركب والمخلوط فكر معايا كده في اكلة شعبية كلنا بنحبها وليكن الكشري لما تيجي تبص للكشري الكشري ده اي شوية عدس مع شوية رز مع شوية مكارونا ومخلوطين مع بعض لما تيجي تبص في طبق الكشري او علبة الكشري بيتلاقي انه كل مكون من المكونات محتفظ بخوصه وبالتالي يسهل التخلص منه لو انت عايز تعزله لو انت مش بتحب الحمص لو انت فتاة بصيت في علبة الكشري او طبق الكشري انت بتاكله ومش عايز الحمص بتقدر تشيله تفصله ليه بفصله بسهولة لانه كل مكون من المكونات محتفظ بخوصه فيمكن فصله بسهولة تعالوا نبص للإشيو او التكوينة او المأدير هل في مأدير عشان اعمل طبق كشري لا اي كمية مع اي كمية بخلطهم مع بعض فبيديني ببساطة شديدة طبق كشري الكلام ده مش مع الكيكة لو انا بصيت للكيكة تلاقي ان الكيكة لازم لها مأدير لو سألت اماما كده وهي بتعمل كيكة وبالنسبة تعيد الام كل سنة وكل الامهات طيبين تلاقي ان الكيكة لها مأدير لازم مش عارف كم بيضة مع قد ايه لبن مع قد ايه طب ولولا اخبطت المأدير ما تطلعش كيكة طب لو انا كررت ان انا حطيت بيت زيادة وعايز اشيل البيض ينفع شيله لا ما ينفعش لان لما بص في الكيكة مكونات الكيكة اختلفت ولا لسه البيض هو بيت زي ما هو ولا اللبن لبن ولا الدقيق دقيق بالعكس اندامجوا مع بعض ودوني مركب جديد ليه خصائص جديدة وبالتالي لا يمكن فصله بطرق كيميائية سهلة او حتى بطرق فيزيائية ده بالزبط الفرق ما بين الكمباوند او المركب وما بين المخلوط اللي هو الميكتشار ايه الفرق ان المخلوط هو انصر او اكتر مخلوطين مع بعض باي نسبة وزنية ويمكن فصلهم بسهولة لكن المركب او الكمباوند وده يشبه الكيكة ده مكون بنسبة وزنية سبتة بنسميها الفيلانسي او التكافؤ فلازم كل زر السوديوم تاخد لها واحدة اكسوجين وواحدة هيدروجين عشان تعمل لي ن او اتش ده ده مقدار مقدرش افصل الان ايه عن ال او عن ال ايه شو هو في كونباوند بطرق كيميائية سهلة لكن لو انا جبت شوية حديد مع شوية كابريد وخلطوهم مع بعض برادة حديد وبرادة كابريد اه ده عمل لي مخلوط هل ممكن فصل المخلوط ده بسهولة طبعا هات مغناطيس قربوا من الطبق اللي فيه المخلوط ده هيلوح شديد الحديد يبقى فصلة الحديد عن الكابريد يبقى اذا لما تيجي اسألك ايه المخلوط ايه المركب وبالتالي ايه العنصر لما نيجي نبص للعنصر ايه تعريف العنصر او ايه هو العنصر لو تكلمنا عن العنصر في طبق الكشري هتقول لي الرز ده عنصر العدس الماكارونا الحمص كل ده طب بالنسبة للكيكة البيض اللبن كل دي عناصر طب بالنسبة للطبق اللي حطينا فيه الحديد والسالفر او الحديد والكابريد او الحديد عنصر والكابريد عنصر يمكن فصلهم بسهولة اه يمكن فصلهم بسهولة طيب اتأكد بس ان المعلومة دي يستطلع حضرتك جاوب معي الهواء اللي بيتنفسه عنصر ولا مخلوط ولا مركب تقول لي اولا انه هو مش عنصر ليه مش عنصر لان الهواء اللي بتنفسه ده في كذا حاجة فيه اكسوجين فيه ساني اكسيد الكربون فيه نيتروجين فيه فيه كذا حاجة طيب حلوة خالص لما يجي ابص للكذا حاجة دي هل يمكن فصلهم بسهولة تقول لي طبعا ما لما بتنفس وباخد هواء الشهيق ابتدي اخد الهواء كله وبعدين بيحصل تبادل الغازات في الرئتين وبعدين بروح مطلع الباقي واخد الاكسجين فقط بكل سهولة من جير ما يحصل اي مشكلة اذا الهواء اعتبره مخلوط طب لو جيت بصيت للمية المية رمزها ايه برافو عليك اكيد محدش مش حافظ رمز المية H2O يعني متكونة من هيدورجين واكسجين طب هل يطرى المية دي مخلوط ولا مركب اقول له حالي تخلي بالك الاكسجين بيساعد على الاشتعال الهيدورجين الغاز بيشتعل هل يطرى المية بتشتعل ولا تساعد على الاشتعال تقول لي ولا دا ولا دا طب دول غازات المية تقول لي المية سائل اذا دلوقتي دول عناصر لما اتحدوا مع بعض دون مدى جديدة هذه المدى لها خواص مختلفة ولا يمكن فصلهم بسهولة فاتقول لي ببساطة ان المية مركب طيب تعالوا واحد بنتكلم على المخلوط تعالوا نشوف مع بعض كده فرع من المخلوط او مفهوم محدد من المخلوط بسميه المحلول او المحاليل ايه المحاليل دي اقول لي كده اي مثال للمحلول تعرفه لو انت بسيت للمحلول اي محلول تعرفه ايه ماشي انا موافق واحد بيقول ملح في مية اوكي يبقى انت حطيت هنا ملح وحطيت هنا مية حلو الملح ده موجود بكمية ملحة تقول لي كمية صغيرة طيب والمية دي موجودة بكمية كبيرة في الحالة دي بقولك ان اللي موجود بكمية صغيرة ده بسميه مذاب لكن اللي موجود بكمية كبيرة ده اسمه مذيب اذا لو انا عايز اوصل لتعريف المحلول اقولك المحلول هو مخلوط من مادتين لا يتفاعلوا مع بعضهم البعض واحدة موجودة بكمية صغيرة بسميها مذاب والتانية موجودة بكمية كبيرة بسميها مذاب اذا ده معنى كلمة محلول يبقى مرة تاني بأكد ان كلمة محلول معناها مخلوط يعني ايه مخلوط برافو متكون بأي نسبة يمكن فصله بسهولة في كل عنصر من العناصر محتفظ بخواصهم يبقى المحلول هو مخلوط من مادتين شرطهم ان هم ايه يا جماعة لا يتفاعل مع بعضهم البعض يبقى مادتين ما بيتفاعلوش مع بعضهم البعض واحدة موجودة بكمية صغيرة اسميها مذاب واحدة موجودة بكمية كبيرة اسميها مزيب الاتنين مع بعض بسميهم محلول طب تعال ابص معايا كده عندنا شوية امثلة عايزين نبص عليهم مع بعض ايه رأيك لو انا دلوقتي عايز ابص لي الهوى اقدر اعتبره محلول تقولي لا المحلول لازم ميا ومالح اقولك لا احنا حسب التعريف الجديد اللي قلناه قلنا ان المحلول هو مادتين اللي يختلطوا مع بعضهم البعض وواحدة فيهم موجودة بكمية قليلة والتانية موجودة بكمية كبيرة تقولي صح طب تعال ابص للهوى الهوى متكون من ايه الهوى متكون من اكسوجين وده موجود بنسبة صغيرة وموجود كمان معايا ميتروجين وده موجود بنسبة كبيرة الاتنين ما بيتفاعلوش مع بعض يبقى عندي مادتين لا يتفاعلوا مع بعضهم البعض ويمكن فصلوهم بسهولة وواحد منهم موجود بكمية قليلة وواحد موجود بكمية كبيرة فإذا نقدر أقول على الهوى أنه محلول أنا بحاول أغير الفكرة اللي احنا باخدينها عن المحلول أقول لك حاجة تانية الدهب الدهب ده لما بيطلع من بطن الأرض بيبقى طري جدا مارن جدا ما ينفعش أعمل منه خواتم وأعمل منه دبل وأعمل منه حاجات دي كده لأن المشغولات دي مع اليونة بتاعت الدهب ممكن النقشة اللي عليها تروح فبضطر أنه أنا أطعامه أو أديه شوية نحاس بنسبة معينة فبسمي الناتج من ده اللوي أو سبيكة تسمع عن سبيكة الدهب وسبايك الدهب السبيكة دي دول معدنين مع بعض هل المعادن بتتفاعل مع بعضها البعض؟ وقول لي لا أقول لك يعني لو جبت نحاس ودهب وحطتهم مع بعض هل هيتفاعلوا مع بعض؟ وقول لي لا طب النحاس والدهب ما بيتفاعلوش مع بعض واحدة موجودة بكمية الليلة اللي هو النحاس والتالي موجود بكمية كبيرة اللي هو الدهب إذا نقدر أقول على السبيكة دي أن هي محلول الله السبيكة محلول الدهب محلول آه ده أنت غيرت فكرنا خالص عن فكرة المحلول إذن المحلول ليس بالضرورة أنه يكون ملح ومي أو سكر ومي المحلول في تعريفه اللي احنا عايزين نأكد عليه النهاردة هو أي مادتين لا يتفاعلوا مع بعضهم البعض واحدة موجودة بكمية صغيرة بسميها مزاب واحدة موجودة بكمية كبيرة بسميها مزيب الاتنين دول بيديني محلول طيب تعال نعمل تصنيف للمحلية لو أنا عايز أصنف الفصل بتاعك ممكن أخذ أكتر من وجهة نظر للتصنيف ممكن أصنف ولاد وبنات ممكن أصنف طوال وقصيرين فهتلاقي البنات والولاد الطوال جنف مجموعة وبنات ولاد صغير قصيرين جنف مجموعة أقول لك بنضارة ونغير نضارة برضو نفس الكلام هتلاقي بنات والد بنضارة جم كده ونغير نضارة الله إذن دلوقتي أنا ممكن أصنف المجموعة اللي قدامي بأكتر من وسيلة وأكتر من طريقة للتصنيف بناء على نقطة التصنيف أنا بصنفهم بناء عن إيه؟ عايز أصنف المخليط أو المحليل بمعنى أدق اللي هنتعامل معها لأكتر من نوع أو أكتر من تصنيف النوع الأولاني لما أجي أكون بتعامل مع محلول وعايز أبتدي أنا أتكلم عن المحلول ده أول طريق التصنيف أو أول point of view أو وجهة نظر للتصنيف هي التركيب يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أخلي المحليل دي بناء على التركيب أقدر أسمها إلى قسمين أساسيين القسم الأولاني أسميه محلول متجانس والتاني غير متجانس طب ركز معايا كده عشان إيه؟ نبني المفهوم مع بعض إيه رأيك إن أنا جبت قدامك تلات كبيات كباية الأولانية مليانة ميا كباية تانية مليانة ميا أما كباية التالتة برضو مليانة ميا حطيت هنا NACL اللي هو ملح الأكل حطيت هنا ملك اللي هو اللبن البودرة حطيت هنا دست أو طراب وده لبن تعال بص معايا كده وتأمل في الثلاث أنواع دول المحلول إيه؟ والمحلول بي والمحلول سي المحلول إيه ده لما تيجي تبص كده وترفعه في النور تلاقي ماله تلاقي محلول رايق هل يطرى بعد شوية تلاقي الملح ترصى بتحت؟ لا هل يطرى لو كررت إن أنا أرشح وفرق الترشيح؟ هل يطرى الملح يتفصل عن الميا؟ لا بسمي ده محلول متجانس طب تعال بص المياه اللبن والمياه لما تيجي تبص عليهم هل يطرى هم رايقين زي المحلول ده؟ لا ده مديك كده شكل قوام غريب بسميه غروي بسميه إيه؟ غروي جمعها غرويات طب تعال حط الطراب في المياه وبصله بعد شوية ويفضل قلب فيه قلب فيه قلب فيه هل الطراب هيدوف في المياه؟ لا مش هيدوف في المياه لكن وانت مقلب فيه كده لو بصيت للمياه هتلاقي إن كوباية المياه فيها الطراب متعلق وبعدين؟ بعد شوية يترصب يبقى ده بسميه معلق بسميه إيه؟ معلق يعني إيه معلق؟ يبقى أنا عندي دلوقتي من حيث التركيب المحلي اللبقى سمها كم نوع يقل له محلول ساعات بيسموه محلول حقيقي ساعات بسميه محلول متجانس ساعات بقول عليه محلول واسكت وده بيبقى محلول رايق متجانس مش باين فيه جزيئات المزاب لكن في المعلق ده باين فيه جزيئات المزاب وبعد شوية جزيئات المادة المزابة بتترصب في القاعة ولو حبيتها عمل لها عملية ترشيح تلاقي جزيئات المادة المزابة يمكن ترشيحها وترجع المياه رايقة تاني يبقى ده خواص المعلق وده خواص المحلول بينهم حالة متوسطة اسمها الغرويات بنسموها بالانجليزي كلايد ايه الغرويات دي بالضبط كده عاملة زي المية باللبن المية باللبن المية دايب فيها جزيئات اللبن انا ما اقدرش اشوف جزيئات اللبن بعيني بسموها نيك دا اي بعيني بالعين الانسانية العادية دي ما عرفش اشوفها لكن لو خط نقطة تحت الميكروسكوب وبطيطة افحصها اقدر اشوف جزيئات اللبن واقدر اعدها طب مين يقول لي مثال تاني لحاجة من الغرويات وموجودة وسهلة جدا تقدر توصل لها فكر معايا كده ايه رأيك في الدم الدم دا سائل طبعا معظمه مية لكن دايب فيه شوية حاجات كتيرة بدليل ان حضرتك لما بتروح تعمل تحليل دم بياخد عين الدم بيحطها تحت الميكروسكوب بيقدر يفحص عينة الدم ويقدر يعد ويقدر ويعمل ويعمل يا اما بعينه بالميكروسكوب يعني او بالاجهزة اذا يا جماعة انا عندي المحليل من حيث التركيب بقسمها الى تلت انواع رئيسية يا اما محلول حقيقي يا اما معلق يا اما غروي طب سؤال بيطرح نفسه ليه حضرتك الملح لما دربه في المية بيديني محلول حقيقي والطراب لما حطه في المية بيديني معلق طب وليه اللبن لما حطته في المية بيديني نوع تالت خالص العملية بتعتمد على حجم المادة المزابة حجم الجزء بتاع المادة المزابة ارجعك لليونة الاولانية خالص او للوحدة الاولانية خالص لو انا عندي حجم المزاب اقل من واحد نانو میتر فده بيختفي بين مولوكيولات او بين جزيئات المادة المزيبة لكن لو لقيت عندي حجم الجزء بتاع المادة المزابة اكتر من 100 او 1000 او يعني 100 او 1000 نانو ده بيبقى الجزء كبير فيترصب ويمكن ترشيحه تتوقع بقى ليه الحالة الغروية مختلفة وهي بين الاثنين برافو لانه جزيئات المادة المزابة هي اكبر من 1 نانو لكنها اقل من 100 نانو وبالتالي هي حالة وسطية عشان كده بتظهر بهذه الخصائص حقيقة الجزء ده يعني انا اكتفي به لكن طبعا عندنا بيتكرر مرة تاني في اخر اليونة او في اخر الدرس الاولاني من الباب التالت وبنزود عليه حالات الغرويات وانواعه فيه غرويات هنكلم عنها هيمكن لما نوصل للآخر بس انا هنا عايز اقول لحضورتك ان انا قسمت المحليل من حيث التركيب الى يا اما محليل يا اما غرويات يا اما تالت حاجة وهي ايه وهي اللي احنا بنسميها المعلق ممكن بقى حياتك تفكر وانت بتفكر كده دايما تقلب في دماغك كده وتحاول تجيب امثلة وباستمرار عشان تقدر تعمل تصنيف دماغك بالطريقة التانية للتصنيف او وجهة النظر التانية للتصنيف حسب الحالة الفيزيائية للمذيب اللي هو موجود بكمية كبيرة او صغيرة المذيب ده بكمية كبيرة برفو عليك انا ممكن اسم المحليل او اقسم المحليل حسب المذيب الى محاليل صلبة ايه ده في حاجة اسمها محاليل صلبة صدق اه ومحاليل سائلة واخر نوع محاليل غازية يا سلام ايه ده ده احنا ما فهمنا عن المحلول يتغير تماما يعني ايه محاليل صلبة يعني المادة المذيبة صلبة المذيب صلب بدام المذيب صلب المذيب مادة صلبة يبقى في هذه الحالة اسم المحلول محلول صلب يجي هنا سؤال يقولك اسكر السبب او علل المحلول الفلاني محلول صلب سكسكة في اللابوريا ايه محلول صلب ايه سكسكة في اللابوريا ما حاجة اول مرة تسمع عنها بس يقولك ليه المحلول الفلاني اللي انت اول مرة شوفه في الامتحان ده بقولك ليه بسميه محلول صلب ببساطة مش محتاجة هسميه محلول صلب لان المزيب هو في حالة صلبة هو انت عارف اللي بتكلم عنه ده لانا مش عارفه بس انا مش هقدر اسميه محلول صلب الا لهذا السبب انه يكون المادة المزيبة مالها صلبة طب ايه ايه الامثلة لكل ممكن عندي غاز يدوب في صلب ازاي الكلام ده زي الهيدروجين ما بيتجمع عند غاز عند عنصر البلاتينم او البلاتين زي ما بعض الغازات بتمتز امتزاز على سطح الكربون حياتك ساعات بتحط تماما كده في التلاجة ارس كربون ارس فحم كده بتبعمل صيدلية او حتى حتة فحمها عادية ليه لان الفحم بيمتص الغازات ويبقى ازا انا عندي هنا الفحم والغازات ما بيتفعلوش مع بعض الفحم موجود بكمية كبيرة الغازات بكمية صغيرة ازا ده محلول ولان اللي موجود بكمية كبيرة هو الفحم وهو مضى صلب بقى سميه محلول صلب تبدأ غاز في صلب ممكن يبقى سائل في صلب اه ساعات بيجيبوا الفضة ويعملوا لها يدعكوها بالزيبق عشان يعملوا منها حاجة اسمها مملغم عشان يمنعوا اللون الاسود اللي بيتكون مع العرق ده يبقى انا عندي الفضة بكمية كبيرة الزيبق بكمية صغيرة يبقى ده محلول صلب هل ممكن يا ترى يبقى فيه صلب وصلب اه زي ما كلمتك قبل كده عن سبيكة الدهب سبيكة الستانليس استيل كل السبايك المعدنية دي بيبقى عندي معدن بكمية كبيرة ومعدن اخر بكمية صغيرة لكن لان الموجود المزيب اللي موجود بكمية كبيرة مدى صلبة فبسميه محلول صلب الحل التاني او التصنيف التاني او الجزء التاني او النوعية التانية بسميها محلول سائل ليه سميتها محلول سائل لنفس السبب برافو عليكم ناس ممتازة الناس دي قاعدة مركزة يقول لك لأنه ببساطة الحالة بتاعة المزيب سائلة يعني زي ايه احط مثلا مادة صلبة في المية يبقى ده محلول سائل ملح في مية سكر في مية طب اجي احط مثلا سائل في سائل ها عارف مثلا حالك لما تكون عندك مية وعايز تنظف مثلا الارضية بتحط عليها شوية ديتول ما هو ده سائل في سائل شوية سبهته ما هو ده سائل في سائل لكن لأن المزيب سائل فبسميه محلول سائل طب ممكن احط غاز في مية اه طبعا زي السوفت درينك اللي هي المشروبات الغازية ما فيها غاز ساني ووسيد الكربون بيتضغط وبيدوب في المية يبقى في هذه الحالة انا بقول انه هذا المحلول محلول سائل لأن المزيب في محلول سائل طب اخر حاجة هل في محلول غازي اه طبعا بتكلمت عنه في اول الحالة ايه المحلول الغازي ده اللي هو المحلول زي الهوى المادة المزيبة موجودة بكمية كبيرة الناتروجين في حالة غازية يبقى اقول عليه ده محلول غازي ممكن يبقى فيه غاز في غاز اه زي الاكسوجين في الناتروجين ممكن يبقى فيه صلب في غاز اه زي شوية التراب اللي انت بتلاقيهم متعلقين في الهوى خصوصا مع رياح الخمسين والوقت ده زي النفترين لما تحطه فيه الهوى بيطلط لع النفترين في الهوى كل دي امثلة لمادة صلبة فيه غاز طب هل يطرى فيه احنا اخدنا غاز في غاز وصلب في غاز هل فيه سائل في غاز اه طبعا البيروسول او الجريد او اي معطر للجو حتى المعطر اللي انت بتحطه قبل ما تنزل ده ما هو مادة سائلة بتنتشر جزيئاتها في الهوى مادة سائلة موجودة بكمية الليلة الهوى موجود بكمية كبيرة يبقى اذا انا مطلوب مني في الجزء ده ان انا اعرف تصنيف المحليل حسب الحالة الفيزيائية لمين للمادة المذيبة اللي هي موجودة بكمية كبيرة ولازم علي اذا فرحت اكتاب المدرسة وانا بتكلم دلوقتي ويريد تخلي جنبك دايما في كل حلقة هتلاقي فيه عندك امثلة لكل نوع من المحليل المحليل السائلة والغازية والصلبة اه انا محتاج احفظ امثال او اتنين لكل محلول لانه ده ممكن يجي في الامتحان ممكن يجي في الامتحان بقى اكتر من طريقة يقول لي من امثلة المحليل للغازية ويكتب لي مثلا محلول الملح في الماء ويحط تحتها خط ويقول لك غير ما فوق الخط طبعا انت لازم تكون حافظ امثلة تانية للمحلول الغازي ممكن تقول لي الهواء لو انت مش حافظ امثلة تبقى العملية ضاعت منك ممكن يجي نحطة دي فيها السؤال تاني يقول لك حضرتك ببساطة اذكر السبب تسمية المحلول ويديك اي اسم محلول بالمحلول الغازي السائل الصلب احنا فاهمين ان اسم المحلول في هذه الحالة بينسب الى حالة الفيزيائية بتاعة المادة المزيبة اللي هي موجودة بكمية كبيرة طبعا محتاج حضرتك تبص في كتاب تحفظ امثلة يريد لو برا كل وحدة في مجموعة من الاسئلة يبقى حلو جدا ان حضرتك تحل عليها الطريقة الثالثة للتصنيف خلي بقى لك انا ماشي بطريقة كده ان انا يعني يعني بحاول ابني في ذهنك المعاني زي ما انا عم رتبها في ذهنك بحاول ترتب ذهنك معين الطريقة الثالثة للتصنيف بتعتمد على المحليل السائلة يعني ايه المحليل السائلة وهنا بقى صنف المحليل حسب التوصيل لكهرباء التوصيل للكهرباء دي ما سميها الكوندكتيفتي يعني ايه يعني التوصيل لكهرباء اقول له حضرتك حاجة جميلة حيطك ممكن تجيب قدامك كاس زي كده الكاس ده تحط فيه اكتر من نوع من المحليل وتحط فيه دائرة كهربية احنا اخدنا التجربة دي زمان وإحنا صغيرين وحطينا بطارية وحطينا كمان لمبة طبعا لما اجي او سكت السلكتين دول ووصلتهم ببعض برد المحلول يحصل ليه اللمبة اللمبة تنور ليه عشان مصدر للتائر الكهرباء وسلكتين بيوصلوا البعض يبقى ايزا دائرة مقفولة طب انا فصلت السلكتين وحطتهم في محلول بس انا غيرت المحليل مرة حطيت NACL مرة حطيت N A O H مرة حطيت N A او اي حاجة تاني 2 CO 3 مرة حطيت H Z L مرة تاني حطيت CH 3 CO O H وده الخل اللي بتحطه في الصلطة مرة حطيت زيت مرة حطيت محلول سكري لما تيجي تبص في كل الحالات دي لقيت اللمبة هنا نوارة او على الاخر واللمبة هنا نوارت كويس او اللمبة هنا نوارت اللمبة هنا نوارت تيجي اللمبة هنا تلاقي اللمبة نوارت لك النور خافت يعني خافت يعني قليل تلاقي هنا اللمبة ما نوارتش خالص اللمبة ما نوارتش خالص تفتكن ليه اللمبة نوارت في بعض المحليل والمحليل التانية لأ عشان ببساطة لازم يبقى فيه توصيل في المحلول طب التوصيل في المحلول بيتم ازاي بيتم ان المحليل دي لما حطتها في المية اتأينت بالكامل الى ايون سالب وايون موجب كلهم كل ده ايون موجب وده ايون سالب الله وبالتالي بقى فيه عندي ايونات تنقل الكهرباء عارف حضرتك كده لما تكون حضرتك نازل من البيت الصبحية وانت نازل من البيت تلاقي مثلا مصورة المية ضربة في الشارع وعندك كمية مية كبيرة جدا في الشارع مش عايف تعدي عليها ولاد الحلال اللي صحي وقبليك راحوا جايبين اوالب طوب كده وحطينها في المية عشان تقدر انت من الناحية التانية فانت بتعمل ايه بتعدي على اوالب الطوب طب السؤال لو اوالب الطوب دي كميتها كبيرة ناس كتيرة تقدر تعدي ولا مش ناس كتيرة تقدر تعدي في نفس الوقت اه طبعا لكن لو كمية اوالب الطوب صغيرة يبقى العدد اللي هيعدي قليل طب تعال اربط الكلام ده بقى باللي انا قلتهولا لما يبقى عندي بعض المحليل بتوصل الكهرباء واللمبة بتنور على الاخر محلول تاني اللمبة بتنور بس نور خافت نور قليل تفتكر ايه الفكرة نفس الفكرة اذا في اوالب طوب في المية بسميها ايونات بسميها ايه الايونات دي هي اللي بيتنقل عليها الطيار الكهرب فلما يكون كمية الايونات دي كتيرة الطيار الكهرباء يتنقل كتير وبسرعة يبقى في الحالة دي تنور اللمبة والنور بتاعها يبقى قوي بسمي المحليل اللي بتنقل الكهرباء عمتا هي محليل الكتروليتية والمحليل زي الزيت ومحلول السكر في المية ما نقلش كهرباء خالص يبقى واضح انه ما فيهوش الحجارة دي ما فيهوش الاوالب الطوب اللي ممكن الناس تعدي عليها ما فيهوش الايونات اللي بتوصل الكهرباء يبقى دا بسميه محلول غير الكتروليتي او لا الكتروليتي او بسميه non-electro light يبقى اذا انا بقسم المحليل من حيث التوصيل للكهرباء الى نوعين اساسيين النوع الاولاني محلول بسميه محلول الكتروليتي بيوصل الكهرباء والمحلول التاني بسميه محلول غير الكتروليتي لا يوصل الكهرباء مطلوب من حضرتك من فضلك تحفظ شوية امثلة لكل نوع من انواع المحليل عشان ممكن نفس السؤال يجي اللي هو بتاع صحح مات تحته خط يبقى انا ما عندي سؤال صحي وغلط لكن يجيب لك جملة يقول لك مثلا يعتبر محلول ال NaCl من المحليل الكتروليتية ويحطلك تحت ال NaCl دي خط يبقى انت لازم تغيره وتحط حاجة ال NaCl فعلا محلول الكتروليتي لكن انا قالك محلول غير الكتروليتي يبقى انا لازم احفظ امثلة اشيل واحط سكر في مية زيت المهم يبقى انا عندي في زهني مجموعة من الامثلة اللي حافظها اقدر احلي بيها السؤال ده ايه الفرق بين التوصيل اللي تم في المحلول والتوصيل اللي تم في السلكتين لما وصلتوهم دي معلومة مهمة ليك التوصيل نوعين فيه توصيل بيتم عن طريق الالكترونات وده بنسميه التوصيل الالكتروني عن طريق الالكترونات وده غالبا بتبقى في المواد الصلبة زي النحاس وزي الحديد وخلافه كل المعادن اللي بتوصل الكهرباء بتوصل الكهرباء لان عندها الكترونات في المدار الخارجي واللكترونات دي فري يعني حرة الحركة يمكن ان تنقل الطيار الكهرباء يبقى ده اول نوع بسميه توصيل عن طريق الالكترونات النوع التاني اللي بيتم في المحليل بيتم عن طريق الله ينظر عليك برافو أنا سمعتك الايونات التوصيل اللي بيتم عن طريق الايونات ده بسميه توصيل الكتروليتي يعني يعني ببساطة بيتم عن طريق الايونات الايونات هي اللي بتنقل الطيار الكهرباء طب ارجع مرة تاني معاك انا كان عندي شوية محليل الكتروليتية بس في منهم ملحوظة غريبة بعض المحليل الكتروليتية خلت اللمبة تنور بكمية قليلة البعض الاخر خلت اللمبة تنور بكمية كبيرة يبقى حتى داخل المحليل الكتروليتية ممكن اصنفها تصنيف تاني الى الكتروليتات قوية والكتروليتات ضعيفة طب انا مش هقول بقى قول لي انت ليه سميت محلول معين الكتروليت قوي ان ICL الكتروليت قوي Urban لانه ببساطة نقل كمية كهرباء كبيرة طب وليه نقل كمية كهرباء كبيرة ايوة لانه عنده ايونات كتيرة طب وليه عنده ايونات كتيرة علشان كل المادة اللي حطتها تأيّنت بالكامل يبقى ده تعريف الإلكتروليت القوي هو ببساطة شديدة هو محلول أو مصهور لمجموعة من المركبات تتأيّن بالكامل في الماء بدام تأيّنت بالكامل يبقى عندي عدد أينات كتير يبقى دا ينقل طيار كهرباء طيب المحلول اللي بسميه إلكتروليت ضعيف تفتكر ليه أنا سميته كده لأنه نقل كمية كهرباء طيب وليه نقل كمية كهرباء إحنا بنفهم حتى التعريفات إحنا بنفهمها إحنا مش بنحفظ إحنا بقدر الإمكان بنفهم بنحفظ في قضيك الحدود إذن دلوقتي لما تيجي تبصة تقولي ده إلكتروليت ضعيف لأنه مش كله تأيّن يعني إيه مش كله تأيّن يعني لو حطيت 100 جزيب عشرة بس هم اللي تفككوا والبقين لا فبقى عندي كمية الأيونات قليلة بدام كمية الأيونات قليلة يبقى ده بيقود إلى نقل كمية قليلة من الكهرباء فبسميه إلكتروليت ضعيف يبقى إذن أنا هنا قرنت ما بين الإلكتروليتات وقرنت ما بين المحليل عمتا من حيث التوصيل إلكتروليت ولا إلكتروليتي والإلكتروليتات اللي قوي وضعيف وأنا بتعامل في الأول خالص مع كل المحليل اللي المية دخلة في تركيبها كمزيب لازم أفتكر إن المية محلول أو سوري المية سائل كطبي ليه بسميه سائل كطبي أي يعني إيه كطبي يعني عنده كطبين الكهرباء عندها كم كطب اتنين البطارية عندها كطب موجب وكطب سالب برضو نفس الكلام الفيش عندها كطب موجب وكطب سالب إذن لما أجي أتقولك المية محلول كطبي لأن جزئ بتاع المية عنده كطبين كطب موجب وكطب سالب إذن لأ يعني محلول المية المية رمزها اتش تقو تعال بص معايا كده لما نيجي مثلا نكتب موليكيول المية أو جزئ المية بنكتبه إزاي بقول لحضرتك إنه هو عبارة عن الأكسوجين وهنا اتش وهنا اتش إذن لبي يحصل المية متكونها من اتنين اتش وواحد أكسوجين الأكسوجين خدنا السنة اللي فاتت واللي قابليها إنه بيتميز في تاني إعزاجي بالضبط إنه عنده حاجة اسمها سالبية كهربية عالية إيه السالبية الكهربية دي؟ السالبية القهربية دي خاصية درسناها للخواص في الجدول الدوري لو تفتكر السالبية الكهربية هي قدرة بعض العناصر أو بمعنى أدق هي قدرة زرات بعض العناصر على سحب إلكترونات الربطة ناحيتها فأنا عندي دي ربطة الربطة دي ربطة ما بين إلكترون هنا وإلكترون هنا ودي ربطة تساهمية ربطة ما بين إلكترون هنا وإلكترون هنا الأكسوجين عنده سالبية كهربية عالية فبيسحب إلكترونات الهايدروجين عنده لما يتجمع هنا كمية الإلكترونات الكتيرة بيبقى فيه مركز سالب ولما الإلكترونات اللي هنا تمشي بتسيب مكانها مركز موجب بس دي مختلفة يا أصدقائي عن الـ NaCl فالـ Na بتسيب إلكترونات بالشكل ده فأنا عندي الـ Na ثابت إلكترونها على طول للأبد وهنا الكلور أخذ الإلكترون على طول للأبد في كل لحظة تبص على هذا الجزء تلاقي أن الصوديوم تحول إلى أيون موجب والكلور إلى أيون سالب بسمي ده أيون سالب وأيون موجب دائم لكن هنا لا هنا الأكسوجين بتسحب إلكترونات الربطة عندها فترة من الزمن أطول من اللي بتسحبه الهايدروجين طبعا لأن دي عندها سلبية كهربية عالية من حيث أن هي عندها حجم صغيرة وعدد بلوتونات كتير في النواة وكل الكلام ده بس بعد شوية بترجحهم تاني طب أنا عايز أفرق بين السالب دي والسالب دي دي سالب طول العمر دائمة لكن دي متغيرة يعني ساعات بتبقى سالب وعدين بيرجع التاني الإلكترونات للهيدروجين فبترجع التاني متعدلة فبحط العلامة دي العلامة دي بسميها بارشيال أو بسميها لما أصدأ أقول لحضرتك بكتبها لما أصدأ أقول لحضرتك إن النجاتف اللي هنا أو السالب اللي هنا مش على طول لكنها جزئية يعني إيه جزئية؟ يعني معظم الوقت بتباني إن هي سالبة لكن باقي الوقت بترجع تاني وهنا برضو برحاطة كمان إيه علامة البرشيال دي؟ عاملة زي الاس ومقفولة من وراء أهي هنا لما الإلكترون دا مشي بقى فيه بارشيال بوس اس وبعدين مقفولة من تحت كده يبقى دي بسميها إيه؟ بارشيال بوس عشان كده محلول المياه قطبي عنده قطبي سالب وعنده قطبي موجب وأخدنا أو هناخد جزء مهم جدا ونحن بنتعامل مع هذه المحليل إنه لما تيجي تدوب لازم المتشابهات بيدوبوا مع بعض يعني إيه؟ يعني المياه محلول قطبي لازم تدوب مركب قطبي زي مين المركب القطبي دا؟ زي الـ N-A-C-L قطبي عشان عنده بوستيفو نيجاتف أدي الـ N-A-C-L ده بوستيفو نيجاتف الـ H-C-L هو الـ H-C-L دا وأعيز أقول لك معلومة برضو كده في دقيقة صغيرة كده خاصة بيك أنت الـ H-C-L دا كوفيلان تكون تعود محلول أو مركب تساهمي ليه سميته التساهمي؟ علشان ببساطة ده متكون من عنصرين والعنصرين لا في الزات طب دا بيوصل الكهرباء لما حطه في المياه يا مستر أقول لك آه لإني لما بحط الـ H-C-L في المياه بيتفكك وبيديني إيه يا جماعة وبيديني H-Bositive و-C-L-Negative لكن الـ H-Bositive دا أول ما ييجي في المياه ويلاقي الـ Negative Center دا أو المركز السالب دا ينجذب ليه فيعمل لي ما يسمى بالـ H-3O-Bositive وده بسميه هيدرونيوم يعني ده بسميه أيون الهايدرونيوم أيون الهايدرونيوم عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن ناس بيسميه بروتون متميق ما هو دا لما تفك اداني هيدرونيوم وكولورايد نيجاتيب الهايدرون دا ممكن أسميه هيدرون بروتون صح ممكن أسميه هيدرون أين صح لما في هذه الحالة أنا بقول أن أيون الهايدرونيوم دا عبارة عن أيون أو هيدروجين أو بروتون متميق وعشان كده لما يجي أقول لك أذكر السبب مع أن الهيدرونيوم دا عبارة عن مركب تساهمي إلا أنه محلوله في الماء بيوصل الكهرباء أقول له لأنه أعمل له المعادلة دي وقول له أنه تأين وتحول إلى أيون الهايدرونيوم والكولوريد أو الكولوريد السالب طب هل يطلب لو حضرت الهيدشي سي إيل دا في البنزين هيدوب هل يطلب محلول الهيدشي سي إيل في البنزين هيوصل الكهرباء لا عشان بيدوب بطريقة تانية ما تفككش ما طلع عليش أيونات طيب عايز أقول لك معلومة تانية على الهيدشي سي إيل الهيدشي إيل حضرتك درسته قبل كده تحت اسمين أول اسم كان بيسميه كولوريد الهايدروجين والاسم التاني كان بيسميه حمد الهايدروكلوريك ايه فرق بين الاسمين هل يعني دا اسمه دا الاسم الدلع بتاعه لا طبعا لما أصدأ أقول كولوريد الهايدروجين أنا بتكلم على الهيدشي سي إيل وهو في الحالة الغازية يعني يعني الحالة الغازية هو بينتج في حالة غازية غاز فكولوريد الهايدروجين دا بالحالة دي بسميه مركب تساهمي وده ما يحمرش عباد الشمس ما عنديش إتش بروتون ما عنديش الهايدروجين اللي طلع على شكل البروتون اللي هو بيحمر عباد الشمس عشان كيه بسميه كولوريد الهايدروجين لكن لما بدأوا به في المية بيتفكك إلى إتش موجب وسي إيل سالب الإتش الموجب دا بيمسك مع المية ويعمل لي إتش سري أو يبقى دا كده رمز حمد الهايدروجوريك لما تفتح كده لما راجع تلاقي لما يتكلم عن حمد الهايدروجوريك يتكلم عنه بالشكل دا لكن لما يقصد كوروريد الهايدروجين يسيبه بالشكل دا إذن يا جماعة أنا ببساطة هنا فكرتك لأن جبت سيرة المحلول المائي أو المحلول السائل واخدت منه المية كمثال فكرتك بالمية وخوصها وبالتالي لما تيجي تبص حضرتك ليه بعض الأيونات أو بعض الأملاح بتدوب في المية لأنها ببساطة تحولت إلى آين طب السكر ليه ما هو ده في المية بس السكر لما ده في المية ما تحولش إلى آين ما تحول لإيه لا ده هو مسك في المية عن طريق حاجة اسمها الربطة الهايدروجينية إيه الربطة الهايدروجينية؟ إن الربطة الهايدروجينية دي أفكرك لو أنا دلوقتي جبت موليكيون مية H و O و H وكمان عندي هنا H و O و H ده سالب ده موجب ده سالب ده موجب بيحصل تناسب هنا أو بيحصل نوع من أنواع التجازب بالتالي في الحالة دي أنا بقول عليهم الربطة الربطة الاتنين موليكيون من القطة دي بسميها ربطة هيدروجينية السكر بيدوب في المية بنفس الطريقة ديبقى أنا عندي أكتر من طريقة عشان خاطر المادة الدوب أكتر من طريقة الدوب المادة لو حطيت الملح في المية الملح بيتفكك يديني أيونات فلما يدوب في المية يحصل إيه؟ ولا حاجة لما يدوب في المية يديني أيونات لأنه دي بصر كهرابة طيب ما السكر ده في المية يا مستر ما وصلش كارابة ليه اقولك لان السكر لما ضف المية السكر عنده الجزء بتاعه فيه OH خبتوه في البيولوجي او في الاحياء ان مولوكيول السكر او جزء السكر الجولوكوز او الفراكتوز ست زرات كربون وفيه OH بدن فيه OH جنب بعض يبقى فيه بولاريتي يبقى فيه نوع من القطبية فالاكسوجين بياخد نيجاتيف والهيدروجين بوستيف يقوم البوستيف بتاع السكر يمسك مع اكسوجين المية السالب والسالب بتاع الاكسوجين بتاع السكر يمسك مع الايون مع الهيدروجين الموجب وبالتالي مسك السكر مع المية داب لكن من غير ما بيطلع ايونات بحقيقة قبل ما استرسل في موضوع الزوابان وعملية الزوابان ودركة الزوابان انا هنط الحتة دي وهخش على النوع الرابع من المحايل وبعدين ارجع لها مرة تاني اعني انت بتابع كتاب المدرسة هتليقي نطيت في الحتة دي وجبت حتة من ورا شوية عشان يبقى الاربع انواع بتوع تأسيمات المحاليل في ذهنك النوع الرابع اللي بقسم عليه المحاليل هو انتوا فاكرين انتهت انواع او مش فاكرين النوع الاول او التصنيف الاولاني صنفته حسب ايه برافو حسب التركيب الى محلول متجانس او معلق او غروي نحية التانية قسمتها حسب المدى الحالة الفيزيائية للمزيب الى محلول سائل ومحلول صلب ومحلول غازي برافو عليه التأسيمة التالتة قسمتها حسب التوصيل الكهرابي في محلول بتوصل ومحلول ما بتوصلش دي محلول الالكتروليتية ودي جير الالكتروليتية والالكتروليتية كمان قسمتها مرة دي هقسم حسب درجة التشبع اقول لك فكرة جميلة ممكن حياتك تعملها بعد الحلقة ما تخلص وبعدين يعني انت وكل الاسرة ايه رأي حضرتك لو انا جبت كوباية ميا ودوبت فيها معلقة سكر المحلول ده بسميه محلول غير مشبعة تفتكن ليه سميته محلول غير مشبعة عشان يقدر يقبل احط فيه سكر تاني يعني لو حطيت معلقة سكر تاني دوب طب حطيت معلقة سكر تاني دوب طب لما افضل احط لغاية ما السكر يترصب في القاعة تفتكري بقى حضرتك عشان مش كل شوية تقوليه تفتكر تفتكري لا نخلينا نتعامل مع الجنس النسائي اللي قاعد البنات اللي قاعدين تفتكري حضرتك ليه السكر يترصب في القاعة ايوة لانه كل الجزيئات بتاعة السكر دابت في المية وما بقاش فيه في المية مكان لسكر تاني بسمي النوع ده من المحليل خلي بالك انا في درجة حالات الغرفة انا ما سخنتوش وهو كده عمال احط سكر احط سكر اللي جات ملقيت ان السكر ده اللي بحط ابتده يترصب ده بسميه محلول مشبع الاولاني كان ايه غير مشبع نقف وقفة زائرة هنا عشان ممكن يجي سؤال ازاي احول من محلول غير مشبع لمحلول مشبع اه دي بسيطة يا مستر باضافة المزيب حط شوية سكر تاني حط شوية ملح تاني اللي بيحصل في السكر بيحصل في الملح بيحصل في اي محلول مائي يبقى بحول غير مشبع الى محلول مشبع عن طريق ايه اضافة كمية اضافية من المادة المزابة طيب خدت الكوباية اللي فيها السكر دي والسكر مش دايب تحت مترصب ولقعت حطتها عالنار طبعا مش في الكوباية في كانك با او لو عندي الكوباية بايكس وحطيها عالنار وتقلبي تلاقي السكر اللي ما كانش دايب دا داب كل ما الماء تسخن حطي شوية سكر يدوب كل ما الماء تسخن حطي شوية سكر يدوب يفضل يفضل يحطي سكر على النار لجاية ما السكر يبتدي وهو المحلول بيغلي يترصب في القاع لما المحلول يبقى فيه سكر مترصب في القاع وهو في درجة الحرارة العالية بسميه سوبر ساتيوريتد او بسميه فوق مشبعة سؤال ازاي وصلت من المحلول المشبعة للمحلول الجير المشبعة برافو عن طريق اضافة المادة المذابة والتسخين عارف حضرتك ما احنا مش هفضل نسخن فيه كده على طول هتألم صغير زي كده او معلقة وربط فيها فتلة ونزل المحلول دا كده من على النار وسقط كده خلي المحلول كده والفتلة تنزل في المحلول واستنى عليه لغاية ما يبرد كل السكر اللي انا كنت حطيته وهو على النار هيطلع ويترصب على الفتلة دي ملاش فتلة حطت حطة زر السكر صغيرة في المحلول هتلاقيه جمع حواليها لو حطيت الفتلة دي استنى جات ما يبرد خالص تلاقي كل السكر طلع وترصب على الفتلة اهو دا اللي احنا بنسميه لو تفتكر لو شفته قبل كده السكر النبات اه يبقى كده انا حولت من محلول فوق مشبع لمحلول مشبع ازاي ايوة عن طريق التبريد لما بردته ايه اللي حصل جزيئات السكر اللي دخلت اثناء التسخين وطلعت وترصبت على اي عنصر غريب داخل المحلول وبالتالي انا اقدر احول من محلول غير مشبع لمحلول مشبع لمحلول فوق مشبع والعكس احول من محلول فوق مشبع الى محلول مشبع هل ينفع احول من محلول مشبع الى محلول غير مشبع لا ماينفعش لان اخشير ازاي السكر ماينفعش لدائب خلاص حتى لو سخنت انت بتبخر المية ده ما ينفعش يبقى انا بس عندي امكانيات التحويل دي ان انا احول من محلول جير مشبع الى محلول مشبع ومن مشبع الى فوق مشبع واخدر ارجع تاني فوق مشبع الى محلول مشبع واسكت على كده طيب انا قد اقدت حتة اللي هي عملية الزوابان نفسها خلي بال حضرتك هل كل حاجة بحطها في المية بالدوب بالعقل كده ما انت حطيت ملح في المية داب حطيت سكر في المية داب لو حطيت دقيقة في المية هيدوب بس مش هديني محلول هيديني ايه اذا نور عليك هيديني غروي زي بالضبط ما حطيت اللبن طب يا ترى كل الاملاح اللي في المعمل لو انت دخلت المعمل وشفت كده دولاب الاملاح هل كل الاملاح لما حطها في المية بالدوب احنا اخذنا في تلتة اعدادي الترمي التاني تقريبا اخذنا ان في بعض العوامل بتساعد على الدوبان اول حاجة نوع نوع المادة بعض المواد القطبية تزوب في المذيبات القطبية ومن اهم المذيبات القطبية هو المية عشان كده احنا الانسان بيحتاج للمية والحيوان بيحتاج للمية والنبات بيحتاج للمية انت لما بتسئل ارض ما هو المية دي بتدوب الأملاح لأن الأملاح عبارة عن مركبات كطبية تبتي تخش مع المية عن طريق الجزل وتطلع للساك والأوراك وتعمل العمليات الحيوية اللازمة إذن أنا أعايز أطلع بمبدأ لو حطيت مذيب كطبي في مذاب أو مذاب كطبي يعني مادة كطبية في مذيب كطبي زي المية تدوب طب لو حاجتك وقعت على الأميس بتاعك زيت فول كده وطعمية ونزل على الأميس بقعة زيت لما تيجي ماما تقولك لا دا ما تطلعش بالمية دا لازم وديها التنظيف ليه أصل المية مذيب كطبي الزيت مركب غير كطبي فلازم أجيب له مركب غير كطبي تاني يدوبه عندي رابع كولوريد الكربون عندي البنزين كل الكلام دا اللي بيستخدموه في الدراي كلين عشان خطر ينظف البقعة بتاعت الزيت يبقى أنا وصلت من هنا المعلومة مهمة بنقولها بالإنجليز كده like dissolve like فبتعال نقولها بالعربي أن عارف المثل العادي اللي بيقولك أطيوره على أشكالها طاقع نفس الكلام أن like dissolve like يعني المتشابه بيدوب في اللي شبهه كل حاجة بيدوب في اللي شبهها فالمحلول القطبي بيذيب المادة القطبية والمحلول غير القطبي بيذيب أو السائر غير القطبي بيذيب المادة غير القطبية فالبنزين بيذيب الزيت والملح بيدوب في الماء حاجة أقول لحضرتك ليه؟ أذكر السبب ليه؟ المادة الفلانية وكتلك أي مادة مثلا كربونات السوليوم تزوب في الماء ولا تزوب في البنزين أيوة بدان بتدوب في الماء يبقى أكيد أنا عارف ومتأكد أن الماء قطبية يبقى أكيد المادة اللي بيقول لي عليها حتى أنا مش عارفها خلاص هو بدان بتدوب في الماء يبقى المادة دي قطبية أكيد يعني أي قطبية؟ يعني عندها يا إما أيونية يا إما عندها نوع من الربطة القطبية التساهمية القطبية المهم مش هتدوب في الماء إلا إذا كانت مادة قطبية يبقى أنا عندي دلوقتي أول عامل بيلعب دور مهم في عملية الدوابان هو طبيعة المزاب والمزيب يعني طبيعة المزاب والمزيب يعني لو أنا عندي كمان مرة وبأكد مرة تاني أن كل مادة بتدوب اللي شبهها وبالتالي المادة القطبية بتدوب في الماء لأن الماء قطبي والمادة الغير قطبية بتدوب في البنزين لأن البنزين غير قطبي ده اول عامل بيساعد او بيفاهمني عن عملية الدوبان وازاي بتتم عامل تاني مهم درجة الحرارة ما انت لو تلاحظ ان في بعض الحاجات لما دوبتها ما دابتش لما سخنتها حصل ايا جماعة لقيتها دابت في المياه الله اذا دلوقتي الحرارة ساعدت على الدوبان ولا ما ساعدتش اه بس خلي بقى لك بقى حلو مش دايما يعني ايه مش دايما يعني حضرتك لما تكون بتعمل مهلة بيها لو افتي جنب ماما كده وهي بتعمل مهلة بيها تليها بتسخن كده مثلا المياه في النشا او اللبن في النشا وتسخين هاي كده وما تخلهوش يغلي اوي لو نسيته وغلية او تلاقي المهلة بيها عبارة عم تقطعيها كده لكن لو هي تلاقيها يعني سيلة شوية ايه ده الفكرة النشا لو زودت علي الحرارة بيكمد اقولك طريقة تاني او اقولك فكرة جميلة فيه هنا جراف في كتاب المدرسة مهمة اوي عايزك تخلي بالك منه ايه الجراف ده اللي هو الرسم البياني خلي بالك الرسم البياني ده بيعمل عبارة عن رسم بياني مبين اول حاجة نقول عليها المادة اللي بتدوب ودرجة الزوابان وهنا اقول درجة الحرارة او ممكن نحط الحرارة هنا والمادة اللي بتدوب هنا مش مشكلة في بعض الحاجات بتلاقي درجة الحرارة بتاعتها ما بتعتمدش على او درجة الدوابان بتاعتها ما بتعتمدش على درجة الحرارة وبالتالي تبقى ماشية كده وبالتالي لما تيجي تشوف دي كده يبقى دي مادة الحرارة بتساعد على عملية الدوابان لو انا خدت جراف زي كده وبقولك المادة دي المادة دي المادة مثلا هنسميها المادة اكس وانا ماشي كده كل ما بزود درجة الحرارة بلاقي درجة الدوابان بيحصلها ايه بتبتدي تقلة 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 الله اذا المادة دي زي عندك هتلاقي مادة اسمها سيريام صالفيت السقوفور الكل سري المادة دي هي المادة الوحيدة اللي لما بسخنها درجة دوابانيتها بتقل طيب انا عايز اقولك حاجة تاني مهمة عشان الحق اخلص هذا الجزء وهذا الموضوع الهام لما بتعامل مع المواد وبدوبها هل يا ترى كل المواد بتدوب بنفس الكمية لو جبت 100 جرام مية في 3 كبايات يعني كبايات او انها فيها 100 جرام مية كبايات تانية 100 جرام مية كبايات تلتة 100 جرام مية ودوبت مادة اكس وواي وزد المادة اكس دوابتلي 80 جرام من المادة اكس المادة واي دوابتلي 60 المادة زد دوابتلي 20 يبقى مين اللي عنده قدرة على الدوابان اكتر ايوة المادة اكس دي بسميها درجة الدوابانية ايه درجة الدوابانية هي كمية المادة المزابة بالجرام في محلول قدره او سائل 100 جرام مية في درجة حضارة سبتة في الظروف القياسية يبقى انا عشان اعمل محلول من الميت جرام دول ومحلول مشبع في الظروف القياسية ده وبدأ ادي ايه من المادة الجرامات اللي دهبت من المادة هي دي اللي انا بسميها درجة الزوبانية درجة الزوبانية دي مهمة لان اتتداخل في مسائل معه اللي هناخده المرة الجاية اللي هي التركيز الملاري والتركيز الملاري ومجموعة من التركيزات الهمة جدا اللي هتلاقي نفسك انت هتلاقي في مسائل دخلة بينهم هما الاثنين حقيقة انا النهاردة رجعت عن او اتكلمت عن المحليل وانواحها وتصنفها اتكلمت عن تركيب جزيء المية والتركيبت على السليبية الكهربية وبالتالي لما تيجي تبص انا اتكلمت عن كمان الفاكتورز او العوامل اللي بتساعد على الدوابان انه ممكن يبقى عندي اول حاجة نوع المادة المزابة نوع المادة المزيبة تاني حاجة الحرارة كمية الحرارة ففيه كميات او فيه بعض المواد الكيميائية كل ما زود لها الحرارة الاقيها سرعتها في الدوابان ايه رأيك في جراف زي كده بص كده معايا لو انا عملت جراف كده وعندي مادة كده وعندي مادة كده وعندي مادة كده هسمي المادة دي ايه والمادة دي بي والمادة دي سي تفتكر من اللي بيدوب أسرع لما زود الحرارة كل ما زود الحرارة ألاقي دي بتدوب يبقى المادة إيه بتعتمد على الحرارة طب إيه رأيك المادة بيه المادة بيه زودت الحرارة إما زودت الحرارة درجة دوابانها سابتة طب المادة سي لأ درجة زوابانها بتقل وكل يبقى أنا كده ممكن أبص للجراف أقدر أعرف يا طرى درجة الزوابان هنا بتبقى شكلها إيه حقيقة درجة الزوابانية من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي لازم تخلي بالك منها يبقى كمان مرة لو انت سمعت الشرح ده وما تدعتش تطبق حالا هتلاقي الدنيا واعتمانك طلع كتاب المدرسة اقرى الكلام اللي انا قلته هتلاقي فيه براويز لكل المتعرفات اللي قلتها دي اقلب وراها هتلاقي مجموعة من الاسئلة حاول تحل الاسئلة وتأكد ان انت لو عملت كده يبقى انت مش محتاج تذكر تاني الجزء ده الحقيقة بدرجة الزوابنية نكون وصلنا الى نهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة انا مبسوط جدا ان كنت معكم اترككم في رعاية الله الى الاسبوع القادم ان شاء الله